اهلا بكم طلاب الصف الثاني اليدادي مع حلة تطبيقات الفصل الثاني عشر اليدان والصمود من قصة كفاح شهاد مصر من كتابنا كتاب الأضواء صفحة ستين وواحد وستين ملقف سريع لي احداث الفصل طبعا عدد اسرائيل تهاجم مصر مرة اخرى في 5 يوني 1967 وكان ساند الدول الاستعمارية الكبرى وطبعا استطاعت اسرائيل احتلال سيناء وصلت اسرائيل الى شرق كناة السويس بعد ان خسر الجيش المصري معظم عدته وزخرته واعلن الشعب يوم 19 يوني رفض له الهزيمة والزول والهوان وان هو لن يستسلم لهذه النكسة وده دليل على صلابة الشعب المصري وان هو شعب عظيم قوي يأبى الزل والخضوع اعدت مصر بناء قواتها المسلحة بعد نكسة يوني 1967 سلحته باحدث الاسلاحة واحسنها نظمته باحدث اسليب الحرب والقتال ادخلت فيه العناصر المتعلمة طبعا لكي تكون او لا تزيد وعيا وادراكا لرسالة الملقاة عليه ظهرت بوادر عزم وصمود الشعب المصري بعد نكسة يونيا في مظهرين اغراق المدمرة الاد بتوربيد مصري هزيمة اسرائيل في موقع المدافع عند قناة السويس برغم من متعنيم من مصر من نكسة لم تتخلى عن فلسطين قامت بتدعيم المقاومة الفلسطينية داخل اراضي المحتلة حتى اصبحت اشواكا تؤلم اسرائيل وتقلقها بعد نكسة يونيا تحولت مصر من منحرة الصمود الى مرحلة الردع حطمت المدافع والصواريخ والطائرات المصرية حصون العدو وطائراته تسلل الفدائيون داخل اسرائيل يضربون المستعمرات ويخاربون الطرق ويدقون محطات النور والمياه حتى عاشر اسرائيلان في خوف وقلب دافع اهالي شدوان عن جزيرة بكل ما يملكون من قوة حتى انتصروا على عدوهم ضمرت الضفادة البشرية من نائلات الاسرائيل بما فيه من ناقلة الدبابات السقيلة بيت هيشع وسفينة النقل العسكرية بيت يام تجل الصمود في جزيرة شدوان قتل رجاله الشجعان قتالا عنيفا ولم تخفهم قوة العدو وواصلوا مقاوماتهم حتى اضطر العدو الانسحاب منه طبعا اختارها العدو لقلة عدد رجال المصريين بها ولوزلتها في الماء ده بيساعد اسرائيل على تحقيق ناصر تجد فيه وسيلة للدعاية دور الضفادة المصرية في تدمير ميناء اينات رقبت الضفادة البشرية بمكان محدد لها وسط امواج البحر اخذت كل مجموعة تجاهز نفسها لناس في القطع البحرية المقصصة لها وبدأت تعطي التعليمات وتضبط الساعات والبصلات عندما اعطيت اشارة البدء دول انفجار وأتم المهمة بنجاح كافة تقطت مصر مرحلتين الصمود والرد بان اخذت بزمام المبادئة في البر والبحر والجو واصبحت تعبر القناة مرات عديدة في اليوم الواحد لتصرف العدو والرعب والخوف ظهرت شجاعة الشعب المصري بداية من عصر الفرعنة حتى الان انها طرد الهكسوس وهزمت الفرس ووقت في فارتش المغول والصليبيين وشتتت الاطراق وتردت الفرنسيين والانجليز وده بيأكد الحقيقة اللي قالها عالم الاثار مزبير عن مصر ان مصر خاردة على الزمان فكم من مرد خلاها الغاصبون وظنوا انهم قلبوا مدنها انقاضة فوق سكانها فاذا شعبها ينبعث من تحت الارض عزيزا قوية سفحة ستين لما يلي مما بين القوسين ألف الدولة التي غازت مصر في عام 1967 هي أسبانيا إيطاليا إسرائيل روسيا طبعا إسرائيل ظهر السمودة المصرية في هجوم إسرائيل على جزيرة سيلان قبرص ملطة شدوان طبعا شدوان سفينة نقل عسكرية ولا سفينة دبابات سقيلة ولا طائرة مقاتلة ولا سيارة حربية طبعا نحن نقول عليها بيت هشع نقلة الدبابات السقيلة على مر الزمن قال العبارة عبد الناصر كتلي مزبير وجواد حسني طبعا مزبير ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أعلن الشعب المصري رفضه للهزيمة وعاد بناء جيشه من جديد مبارة صحيحة صمد جزيرة سيدوان أمام العدو وظلت راية مصر مرفوع عليها مبارة صحيح مصري على مر العصور صلبته أمام الشدائد نعم الضفاضع البشرية الضفاضع المصرية لميناء إلات من مظاهر مرحلة الرد طبعا عبارة صحيح ثلاثة تخير لكل عبارة مما يلي ما يناسبها من البطاقات التي أمامها سفينة نقل عسكرية ضمرتها الضفاضع البشرية طبعا هي بيت يام يبا احنا خدنا ألف مرحلة ضربت فيها الضفاضع البشرية المصرية ميناء إلات مرحلة الردع يبا باء مرحلة بداية عبور المصريين القناة عدة مرات في اليوم الواحد المبادأة واربعة من العبارات التالية ضمر سلاح مصر البحر المدمرة الإسرائيلية إلات بتوربيد مصري عندما اقتربت من السواحل المصرية رقم باء انتقل الشعب المصري من منحارت الصمود إلى الردع في مرحلة الردع دمرت الضفاضع المصرية ميناء إلات طاقع جزيرة شدوان عندما اتخل خليج السويس واحد وستين نقول أجب عن الأسئلة التي وضح دور الضفاضع البشرية المصرية في ميناء إلات الإسرائيلي طبعا نقول كده هو ركبت الضفاضع المصرية طائرة هليكوبتر ونزلت في مكان محدد لها وسط أمواج البحر أخذت كل مجموعة تجاهز نفسها لنسف القطع البحرية المخصصة لها وبدأت تعطي التعليمات وتضبط الساعات والبصلات عندما أطيت إشارة البادئ دول انفجار وأتم المهمة بنجاح كيف عادت نصر بناء جيشة بعد ناكسة يوني 1967 نحطوا بأحدث الأسلحة وأحسنها نظمتوا بأحدث أسليب الحرب والقتال أدخلت فيه العناصر المتعلمة لكي تزيده وعيا وإدراكا لرسالة الملقاة على عاطق كيف تجلس سمود المصري في جزيرة شدوان طبعا قاتل رجالها الشجعان العدو قتالا عنيفا ولم تخفهم قوة العدو واصلوا مقاومتهم حتى اضطر العدو للانسحاب منه طبعا اختارها العدو لقلة عدد المصريين بها والعزلة في الماء مما يساعد إسرائيل على تحقيق نصف تجد فيه وسيلة للدعاية ما أثر دعم مصر للمقاومة الفلسطينية طبعا أصبحت أشواكا تؤلم إسرائيل وتقلقها بقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الباطل الذي قتله الأعداء في السجن هو أحمد الأبنودي علي صالح جواد حسني جلال الدسوجي طبعا جواد حسني حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل أحمد عرابي سعد الزغلون محمد فريد عمر مكرم طبعا محمد فريد نين ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ استقبلت أوروبا خبر تأميم قناة السويس بهدوء تام العبارة خطأ وصف سعد الزغلون لأنها حماية مقنعة العبارة صحيح أجب عما يأتي ما الفرق بين الحرية الكاذبة والحرية المصونة الحرية الكاذبة هي أن أمة تعتمد أو تستجدي الأمم الأخرى في الطعام وفي الشراب وتعتمد عليها في غزائها وكسائها الحرية المصونة هي حرية تحميها المصانع والشركات والأراضي وتكفي نفسها بنفسها وتكفي احتياجاتها من كساء وغزاء وطبعا هذه الحرية التي يحترمها الناس جميعا كان الخيانة دور كبير في تعرض الجيش المصري لظروف عصيبة في فلسطين وضع ذلك هنقول كده انتهزا المقربون من الملك الفرصة ووردوا أسلحة فاسدة للجيش المصري مما جعلته يتعرض للهزيمة وأدى إلى قتل كثير من الجنود أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله موسيقى